بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم سيكون في مادة الرياضيات للصف الثالث الاعدادي في درس حل المعادلات التربيعية التي على الصورة سين تربيع زائد باء سين زائد جيم تساوي صفر طبعاً هداف الدرس في نهاية هذا الدرس المفروض على كل طالب وطالبة أن تحلل الحدودية الثلاثية التي على صورة سين تربيع زائد باء سين زائد جيم وفي النهاية تحلل المعادلات التي على الصورة سين تربيع زائد باء سين زائد جيم تساوي صفر في السنوات السابقة تعلمنا كيف نضرب ثنائي حد باستعمال طريقة فك الأقواص مثال عدنا قوسين سين زائد ثلاثة مضروف في سين زائد أربع شلون نفك هذه الأقواص؟ طبعاً تعلمنا طريقة التوزيع بأن السين نوزعها على سين نوزعها على القوس الثاني أول شي نضربها سين في سين بعدين نضرب سين في أربعة فلاحظوا سين مضروبة في القوس الثاني نجي للثلاثة بعد نضربها أولاً في سين من القوس الثاني وبعدين نضرب الثلاثة في أربعة من القوس الثاني لهي ثلاثة في القوس الثاني عملية الضرب جداً سهلة بتكون نضرب سين في سين بعدين سين في أربعة سين في سين سين تربيع وسين في أربعة بيكون أربعة سين نفس الشيء نجي إلى الثلاثة ثلاثة في سين يكون ثلاثة سين وثلاثة في أربعة بيكون اثناش لاحظوا الجواب سين في سين سين تربيع أربعة سين هذا خلصنا من القوس الأول ثلاثة في سين ثلاثة سين زائد أربعة في ثلاثة هاي خلصنا من القوس الثاني لاحظوا هنا أن أدنا أربعة سين وثلاثة سين بإمكاننا أن نجمعهم مع بعض فراهي يصير سين تربيع أربعة نجمعها مع ثلاثة لأنهم مع عوامل سين أو معامل سين وهنا أربعة في ثلاثة مكانها خطوة الأخيرة بيكون سين تربيع أربعة زائد ثلاثة بيكون سبعة وأربعة في ثلاثة بيكون اثناش فبهذا احنا فكنا القوسين وطلعت النتيجة سين تربيع زائد سبعة سين زائد اثناش في موضوعنا اليوم راح نمشي بالعكس راح نحول هاي الحدودية التي على صورة سين تربيع زائد سبعة سين زائد اثناش إلى قوسين شلون راح نحصل على القوسين؟ في ملاحظات فكروا شلون جت السبعة لاحظوا السبعة عبارة عن شنو؟ أربعة زائد ثلاثة من وين يجبنا الأربعة والثلاثة؟ الأربعة والثلاثة موجودين في القوسين ومن وين وصلنا إلى اثناش؟ نلاحظ أن الاثناش عبارة عن أربعة في ثلاثة نفس العددين اللي موجودين هنا من هذا الكلام نقدر نستنتج قاعدة فكروا شينو القاعدة اللي تكون؟ إن دائماً بيكون الحد الثالث هذا بيكون حاصل ضرب ثلاثة في أربعة والحد الأوسط خصوصاً معامل سين بيكون مجموعة الثلاثة مع الأربعة وبهذا نقدر نمشي بالعكس نحلل الحدودية إلى قوسين مضروبين في بعض عندنا القوسين سين زائد ميم نضربها في سين زائد نون نفس العملية اللي شرحناها في السابق بس هي راح تكون بصورة عامة سين نضربها في القوس الثاني بعدين ميم نضربها في القوس الثاني سين نوزعها على السين والنون فبصير عندنا سين تربيع وسين في نون نون سين خلصنا من القوس الأول نجي للقوس الثاني ميم نضربها في سين بصير ميم سين زائد ميم في نون ميم مضروبة في نون فخلصنا من القوس الثاني نلاحظ أن سين متشابهة فمعناته نقدر نجمع معامل سين سين تربيع ننزلها نجمع معامل سين اللي هي نون زائد ميم وفي النهاية اللي هو ميم مضروبة في نون راح نوصل في النهاية إلى الصورة النهائية إلى الحدودية الثلاثية اللي نحن في نياتنا نحن نحللها سين تربيع بتنزل لاحظوا معامل سين عبارة عن نون زائد ميم وهذه جيم اللي هو العدد اللي بروحها عبارة عن شنو ميم مضروب في نون فإذا فكرنا في تحليل هذه الحدودية دائما نفكر في عددين لاحظوا أنهم نفس العددين نفكر في عددين حاصل ضربهم جيم ومجموعهم يساوي باء من جديد دائما إذا بتحليل مثل هذه الحدودية نفكر في عددين مجموعهم أو حاصل ضربهم جيم ومجموعهم شنو باء راح ناخد حين أمثلة على ذلك راح نلاحظ أن جيم هنا بالموجب والباء بالموجب في أوقات أن الحدودية فيها إشارات مختلفة بعض الأوقات جيم تكون بالموجب وباء بالسالب أو جيم بالسالب وباء بالسالب أو جيم بالسالب وباء بالموجب فلكل حالة إليها تصرف معين في قاعدة يكون لعاملي جيم الإشارة نفسها عندما تكون موجبة يعني إذا كانت جيم إشارتها موجبة معنات العاملين اللي موجودين هنا بيكون إشاراتهم اثنين هم نفس الشيء يا اثنين هم موجب يا اثنين هم شنو سالب ويعتمد كون العاملين موجبين أو سالبين على إشارة باء فإذا نبقى نعرف هل هم موجبين أو سالبين نجي إلى إشارة باء إذا كانت باء موجب فإذا اثنين هم موجبين إذا كانت باء سالب بيكون اثنين هم شنو سالبين في حالة لما تكون جيم سالبة رح ناخذها بعدين رح ناخذ أمثلة على كل حالة من هذه الحالات مثل سين تربيع زائد سبعة سين زائد عشرة لاحظوا أن العددين جيم وباء اثنين هم إشارتهم موجبتين وإذا كان السالبة مثل هذه العدد ثمانطعش إشارته موجبة والعدد تسعى إشارته سالبة شلو بعناتها هذا إن الإشارتين لفي القوسين شنوهم موجب أو سالب إذن سالب رح يكون في القوسين نجي للمثال عندنا سين تربيع زائد سبعة سين زائد عشرة أول خطوة ننظر إلى الإشارات إشارة شنو أول خطوة ننظر إلى إشارة جيم إذا إشارة جيم اللي هي إشارة العدد عشرة زائد شنو معناتها معناتها إن القوسين اللي راح نفتحهم إشاراتهم متشابهة شلون نعرف هل هم اثنتين هم موجب أو اثنتين هم سالب من خلال العدد اللي موجود معه أو معامل سين إذا زائد قلنا معناتها اثنين هم شنو زائد لو كان سالب بيكون اثنين هم سالب حالياً بيكون القوسين بالزائد السين تربيع معروفة إنه هي عبارة عن سين في سين شلون نفكر في تحليل العشرة والسبعة ذكروا قلنا عددين حاصل ضربهم عشرة ومجموعهم كم سبعة شلون نعرف ذلك العددين نطلع عوامل العشرة هنا عوامل ونطلع هنا المجموع العشرة عبارة عن كم في كم؟ عبارة عن عشرة في واحد كم مجموعهم عشرة وواحد؟ 11 هل 11 نفس العدد اللي موجود هنا؟ لا مو نفس العدد العدد الموجود هنا سبعة فمعناتها هذا ما ينطلق نجي بعد عشرة عبارة عن كم في كم؟ 2 في 5 كم مجموع الاثنين والخمسة؟ سبعة نلاحظ أن السبعة تتوافق مع معامل سين فإذن هذا العددين اللي محتاجينهم ماذا من إشارة مش شابهة فما يضر أن نحن خلينا الاثنين في القوس الأول أو في القوس الثاني فنخلي 2 و 5 وبهذا نكون حللنا الحدودية الثلاثية لتأكيد فهمكم راح أعطيكم من نص دقيقة إلى دقيقة تشوفون هاي المثال الثاني حاولوا فيه أتمنى أن كل واحد يكون عنده ورقة وقلم على أساس يحاول في حل هذه المثال الثاني حاليا هذا المثال الثاني فكروا فيه لمدة نص إلى دقيقة وحدة وما يحتاج الدقيقة نص دقيقة وراح تعرفون أعطيكم فرصة بس تفكرون فيه أتوقع أن معظمكم عرف الحل نجي إلى الخطوات قلناها أول خطوة نفتح قوسين ننظر إلى الإشارة مدام إشارة 24 زائد شنو معناتها قلنا مش شابهتين إذا مش شابهتين ننظر لشنو إلى معامل سين الإشارة موجبة شنو نقصد شنو يصير إن إشارتين متشابهتين وثنتين هم موجبة ممتاز نجي إلى السين تربيع عبارة عن سين في سين نطلع حين عوامل 24 وهني العوامل وهني مجموعهم 24 قلنا عبارة عن 24 في 1 مجموعهم كام 25 ما ينطبق بعد عدنا 12 في 2 مجموعهم كام 14 ما ينطبق لأن الأدد لدورة 11 عدنا كام 4 و 6 مجموعهم 10 بعد ما ينطبق شنو العددين نفكر في بعد واحد ثاني 3 في شنو 8 لاحظوا إن مجموعهم كم بيصير 11 هذا نفس الـ 11 اللي موجود في السين فمعنات إن العددين اللي محتاجينهم ثلاثة وكم وثمانية فنخلي الثلاثة هنا والثمانية في القوس الثالي وبهذا نكون حللنا الحدودية الثلاثية إذا كانت الإشارات متشابهة نروح إلى مثال ثاني ونكون أسرع شوي لاهظوا النسين تربيع ناقص 90 زائد 18 قلنا أول خطوة منفتح قوسين الإشارتين ماذا موجب معنات الإشارتين شفيهم وتشابهتين وماذا في الوسط سالب معنات الإشارتين موجب أو سالب بيكون ثنتين هم شنو سالب السين تربيع عبارة عن سين في سين نجي العوامل الثمنتعش هني العوامل وهني المجموع ثمنتعش لاحظوا أنتون من خلال التسعة هني تقدرون تختارون العوامل المناسبة يعني ثمنتعشر في واحد ما بتصلح لأن مجموعهم تصلح مثلا اثنين في تسعة قريبين مجموعهم كم 11 بعد ما بتصلح ثلاثة في ستة كم مجموعهم بيكون تسعة فإذا هذا براح يكون الجواب الصحيح لأن العدد اللي قاعدين ننظر إليه أو نبحث عنه تسعة فنخلي الثلاثة والستة بعد نفس الشي في أي مكان ليش لأن الإشارتين شفيهم متشابهتين هذا أبغيكم تحلونا بنفسكم زين وراح أعطيكم الحل النهاي يلا إليكم نصف دقيقة تحلونا لأن ما تحتاجون لأكثر من نصف دقيقة لأكثر من نصف دقيقة إن شاء الله الجميع عرف يحل هذا السؤال وأتوقع إن الجميع حلا نفتح قوسين الإشارة زائد معناتها متشابهتين وفي الوسط سالب معناتها ثنتين هم متشابهتين وبالسالب سين تربية تحليلها سين وسين ندور على العددين حاصل ضربهم خمسة عشر ومجموعهم ثمانية بيكون جدا سهلين له ثلاثة في خمسة فنخلي الثلاثة هنا والخمسة موجودة في هذا المكان هذه بالنسبة إلى إذا كانت إشارة العدد المطلق هنا موجبة نروح إلى مثال آخر لما يتكون إشارة سالبة شنو نسوي في حالة إن العدد إشارة سالبة شنو نسوي دائما نفتح قوسين إذا الإشارة سالبة معنات أن العددين المضروبين في بعض إشاراتهم مختلفة واحدة راح تكون سالب وواحدة راح تكون شنو موجب فعرفنا الإشارات إن واحدة سالبة واحدة موجب من خلال إشارة العدد سين تربيع تحليلها واضح سين في سين نجهد إلى شلون نختار العدد عوامل الثمانية ولا مجموحة كام سبعة نجي إلى العوامل وهني المجموحة لاحظوا هني إنه راح تكون واحد من العددين شنو سالب ثمانية عبارة عن كام واحد في عبارة عن ثمانية في شنو في واحد وإبارة عن ثنين في أربعة إذا إذا منجمع عددين واحد إشارة سالب واحد إشارة موجب هاي ما أخذينا في العوامل السابقة شنو نسوي نطلع الفرق بينهم ونخلي إشارة الأكبر فهني نطلع الفرق بينهم لأن بعدين راح نتكلم عن الأكبر وين نخلي شنو الفرق بين الثمانية والواحد فهني بدل الزائد راح نخلي شنو الفرق راح نخلي الفرق الفرق بين الثمانية والواحد عبارة عن كام سبعة والفرق بين الثمانية والأربعة الاثنين والأربعة عبارة عن كام اثنين شنو العدد اللي نبحث عنه سبعة بغض النظر عن إشارته حاليا فإذا معنات العددين شنو الواحد والثمانية هم الصح بس أي واحد نخليه في القوس الأول وأي واحد نخليه في القوس الثاني لأن إذا خلينا ثمانية في القوس الأول هي إلا بصير سالب وإذا خليناها في القوس الثاني هي بصير موجب هنا يعتمد على إشارة الحد الأوسط ومعامل سين كم سبعة شنو إشارته موجب إذا إشارة معامل سين موجب معنات العدد الأكبر هو بيكون موجب وين العدد الأكبر هنا هل هو الثمانية أو واحد شي طبيعي الثمانية مدام هو الأكبر فهو الموجب فبيصير الثمانية في القوس الثاني موجب والواحد بيكون شنو سالب ويكون حصلت على النتيجة الصحيحة أتمنى تكون هذه واضحة دائما إذا إشارة العدد سالب نبحث عن عددين حاصل ضربهم العدد اللي في الوسط له معامل سين سبعة والفرق بينهم حاصل ضربهم ثمانية والفرق بينهم كم سبعة من جديد إذا إشارة العدد سالب معنات الإشارتين شنو مختلفتين ندور على العددين حاصل ضربهم ثمانية والفرق بينهم شنو سبعة وين نخلي دليل العددين في القوسين يعتمد على شنو إشارة العدد سبعة مدام هي موجب معنات العدد الأكبر نخليهو الموجب والعدد الأصغر نخليه سالب راح ناخد مثال آخر فيه يكون العدد سبعة بالسالب حاليا أدنا هذا المثال حاولوا فيه وبحل إليكم حاولوا فيه شوفوا ما أخذ نحن النهني سالب بس فكروا فيها أعطيتكم الطريقة فكروا فيها شكرا للمشاهدة بالنسبة إلى هذا المثال نفس الطريقة نفس الخطوات راح نمشي عليها راح نفتح قوسين ونشوف إشارة العدد الثمانية سالب معناتها الإشارتين مختلفتين سين تربية تحليلها سين في سين ندور على عوامل العدد الثمانية قلنا واحد وثمانية وعدنا شنو اثنين واربعة نطلع الفرق بينهم واحد وثمانية الفرق بينهم سبعة واثنين واربعة الفرق بينهم اثنين سين وين نخلي السبعة وين نخلي الاثنين تذكروا قلنا يعتمد على إشارة العدد السبعة اللي في الوسط له معامل سين شنو إشارتها؟ سالب وش معناتها؟ إن الأكبر راح يكون شنو سالب فمعناتها السبعة هي راح تكون سالب أو هني العددين شنو عندنا؟ واحد وثمانية العددين واحد وثمانية ومدام السبعة هي السالب لهي معامل سين فمعناتها العدد الأكبر هو راح يكون شنو سالب فبيصير إهني سالب ثمانية وهني شنو واحد وبهذا يكون حللنا جميع مراحل أو جميع أنواع شنو الحدودية الثلاثية بعدها ننتقل إلى حل المعادلات بالتحليل احنا كل هذا اللي سوينا عبارة عن تحليل الحدودية الثلاثية اللي راح نستخدمها في حل المعادلات المعادلات عادة نتجيب هاي الصيغة هاي نسمونها الصيغة القياسية للمعادلة الدرجة الثانية ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم تساوي صفر بحيث أن ألف لا تساوي صفر لأنه لو ألف ساوت صفر ما بتكون معادلة تربيعية هاي نعتبرها الصورة القياسية للمعادلة التربيعية راح نستخدم اللي تعلمناه في تحليل الحدودية علشان نحل معادلة من الدرجة الثانية شنو نقصد بحل المعادلة راح تلاحظ أن هناك متغير سين هذا المتغير نحتاج أن نحن نطلع قيمته فحل المعادلة معناته إيجاد قيمة سين اللي تحقق هذه المعادلة والطريقة اللي راح نستخدمها طريقة التحليل فدائما إذا منحلل الحدودية الثلاثية قلنا نفتح قوسين وهنا ساوي صفر مثل ما المعادلة موجودة أول خطوة قلنا نشوف العدد إشارة موجب معناته من الشابهتين الإشارتين في القوسين ونشوف هنا معامل سين إشارة موجب فمعنات الإشارتين متشابهتين وثنتين هم شنو موجب سين تربيع تحليلة عبارة عن سين في سين العشرة شلون نحللها قلنا نشوف عوامل العشرة بحيث أن عددين حاصل ضربهم عشرة ومجموعهم سبعة طلعناهم له خمسة وكام واثنين لاحظوا النقوسين مضروبين في بعض ناتجهم يطلع شنو صفر لو سألتكم أطني عددين حاصل ضربهم يساوي صفر فكروا فيها اخدوا أعداد كثيرة ضربوهم مع بعض بحيث أن الناتج يساوي صفر راح تطلعون بنتيجة إن الععداد اللي اخترتونها لازم واحد منهم راح يكون شنو صفر يا الأول أو شنو الثاني فمعناته إذا قوسين مضروبين في بعض يساوي صفر معناته إما القوس الأول سين زائد خمسة يساوي صفر أو سين زائد اثنين يساوي صفر إنجي لكل حالة لوحدها علشان طلع قيمة سين سين زائد خمسة يساوي صفر شلو نحلها مدام فيه تساوي زين نضيف سالب خمسة إلى الطرفين علشان نخلي سين بروحها في طرف نطلع قيمة سين فنضيف سالب خمسة إلى هاي الطرف والطرف الثاني بعد نضيف ليه سالب خمسة شنو الجواب يطلع سين راح تساوي صفر وسالب خمسة بيصير سالب شنو خمسة صار في ذلين زائد خمسة وسالب خمسة زائد خمسة وسالب خمسة إذا جمعناهم مع بعض راح يصير صفر فالصفر ما يحتاجون نخليها فطلع سين تساوي خمسة أو سين زائد اثنين يساوي صفر نفس الطريقة نضيف سالب اثنين للطرفين علشان نطلع قيمة سين موجب اثنين وسالب اثنين مع بعض يروحون بعض يصير جواب صفر وصفر وسالب اثنين راح تطلع شنو سالب اثنين فإذا نحل المعادلة هذي يكون سين تساوي سالب خمسة أو سين تساوي شنو سالب اثنين خلنا نتأكد خلنا ناخد واحدة منهم ونخليها في المعادلة سين تربيع لو اخدنا سالب اثنين فيصير سالب اثنين تربيع زائد سبعة مضروبة في شنو سالب اثنين زائد عشرة خلنا نشوف شنو يساوي الجواب سالب اثنين تربيع كم يساوي؟ اربعة زائد اهني موجب سبعة من ضربها في سالب اثنين موجب سبعة في سين سين سبعة في سالب اثنين بصير شنو سالب ارباطعش زائد كم؟ عشرة ساوي اربعة ناقص ارباطعش بيصير سالب عشرة زائد عشرة راح يساوي الجواب كم؟ صفر فإذا تحققت المعادلة بسالب اثنين وهم كذلك لو جربنا سالب خمسة راح تتحقق المعادلة حاولوا في هذا البثال قبل لا احله زين حاولوا اطلعون على الاقل طريقة التحليل وراح ساعدكم في عملية الحل وإيجاد قيمة سين حاولوا في نص دقيقة حاولوا في نص دقيقة حاولوا في نص دقيقة حاولوا في نص دقيقة أتمنى يكون الجميع وصل إلى الحل في البداية راح نحلل الحدودية التي نفتح قوسين والجواب دائما يساوي صفر كمعادلة نلاحظ إشارة العدد الثمنطعش موجب معناتها العددين شنو إشارتهم متشابهتين ونلاحظ هني سالب معناتها الإشارتين متشابهتين وثنتين هم شنو سالب السين تربيع تحليلها سين في سين نجي للثمنطعش هيحللناها احنا قبل عواملها طلعناها بحيث أن عددين حاصل ضربهم ثمنطعش ومجموعهم كم تسعة فطلعوا العددين ثلاثة وستة نفس الطريقة قوسين حاصل ضربهم يساوي صفر فإما يكون القوس الأول سين ناقص ثلاثة يساوي صفر أو سين ناقص ستة له القوس الثاني يساوي صفر ناخذ كل حالة لوحدها علشان طلع قيمة سين عدنا سالب ثلاثة علشان روحها ونتصير سين بروحها سالب ثلاثة نجمع إياها موجب ثلاثة فتروح والطرف الثاني بعد لازم علشان يظل التساوي موجود نجمع ثلاثة هنا راح يكون عندنا سين تساوي صفر زائد ثلاثة ثلاثة قلنا سالب ثلاثة وموجب ثلاثة اثنين هم يروحون مع بعض نفس الطريقة سين ناقص ستة يساوي صفر فعلشان روح الستة نضيف العنصر المحايل الجمعي له موجب ستة إلى الطرفين أو النظير الجمعي فراح يطلع عندنا سين تساوي موجب ستة فراح يكون الحلين إما سين تساوي ثلاثة أو سين تساوي ستة وتقدرون تتأكدون لما تخلون مكان السين سواء العدد ثلاثة أو ستة راح يطلع الجواب هنا صفر المثالين اللي أخذناهم كان العدد الموجود العدد المطلق إشارة موجبة خلنا نأخذ واحد إشارة سالبة نفس الطريقة حسين حاصل ضربهم يساوي صفر الإشارة مال الثمانية سالب معنات أن الإشارتين مختلفتين واحد موجب واحد سالب سين تربية تحليلها سين في سين قلنا إذا كانت الإشارة هنا سالبة مال الثمانية ندور على عددين حاصل ضربهم ثمانية والفرق بينهم سبعة شنو ذلين العددين؟ لنه الواحد والثمانية واحد وثمانية حاصل ضربهم ثمانية والفرق بينهم كم؟ سبعة وين نخليهم؟ لأن الإشارتين مختلفتين يعتمد على إشارة معامل سين إشارة معامل سين موجبة فإذا الأكبر ثمانية بيكون هو الموجب والأصغر بيكون هو شنو؟ السالب من نحصل على التحليل المناسب؟ نقدر نحل المسألة نقول قوسين حاصل ضربهم صفر إما قوس الأول له سين ناقص واحد يساوي صفر أو القوس الثاني سين زائد ثمانية يساوي صفر في حالة سين ناقص واحد يساوي صفر نضيف النظير الجمعي زائد واحد إلى الطرفين فسالب واحد وموجب واحد يروحون بعض يضل شنو؟ سين تساوي صفر زائد واحد له كام واحد فأحد الحلول طلعت سين تساوي واحد الحل الآخر أو سين زائد ثمانية يساوي صفر نضيف النظير الجمعي إلى الطرفين عشان نحافظ على التساوي راح سين تساوي قلنا موجب ثمانية وسالب ثمانية يروحون مع بعض بالضل صفر زائد سالب ثمانية بصي سالب ثمانية فبيكون الحلين سين تساوي واحد أو سين تساوي سالب ثمانية وإذا عوضناهم في المعادلة راح نحصل على النتيجة يساوي صفر راح نعطيكم هذا المثال علشان تحلونا نعطيكم نصف دقيقة أتوقع أن الجميع راح يحل أصبحت الأمور سهلة أتوقع بالنسبة إليكم نحل المعادلة في البداية نفتح قوسين الجواب صفر نشوف إشارة العدد ثمانية إشارتها سالب معناتها أن الإشارتين مختلفتين سين تربيع تحليلها سين في سين قلنا مدام إشارة العدد ثمانية سالب ندور على العددين حاصل ضربهم ثمانية والفرق بينهم سبعة له قلنا ثمانية في شنو؟ في واحد حاصل ضربهم ثمانية والفرق بينهم سبعة إشارة إشارة الثمانية تعتمد له العدد الأكبر تعتمد على معامل سين معامل سين هنا إشارة سالب فإذا الأكبر بيكون سالب ثمانية راح تكون سالب والواحد راح يكون موجب قلنا قوسين حاصل ضربهم يساوي صفر إما القوس الأول له سين ناقص ثمانية يساوي صفر أو سين زائد واحد يساوي صفر نضيف النظير الجمعي إلى الثمانية فبصير هنا موجب الثمانية إلى الطرفين فبطل عندنا سين تساوي شنو ثمانية هم كذلك بالنسبة إلى سين زائد واحد ساوي صفر نضيف النظير الجمعي إلى الواحد للطرفين فبيطلع عندنا الجواب سين تساوي شنو سالب واحد وبهذا يكون حلينا المعادلة ولو عوضنا عن السين بثمانية أو عوضنا عنها بسالب واحد راح تطلع النتيجة شنو صفر أتمنى تكون الجميع فهم هذا الدرس وعلشان تتقنون هذه المهارة مهارة حل معادلة الدرجة الثانية بإمكانكم حل تمارين الكتاب صفحة 69 رقم 1 و 2 و 5 و 9 و 13 و 14 و 18 و 19 و 21 و 23 دعواتنا عليكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر